أسوريو في فترة صغيرة جدا لو تفتكر أسوريو أول ما جاء الزمالك بدأ الناس أصلا يقوله هيمشي أمتى؟ صح ومفروض يمشي أصلا والزمالك أخطأ في اختيار المدرب والآن فيه اقتناع كبير بأسوريو اللي قدر يعمله في فترة أسوريو خد بالك وانت راجل مدرب انك تيجي في نص الموسم وتيجي في وضع سيء جدا وتغير سيستم لعب وتغير سيستم لعب وعندك غيابات وعندك مشاكل في الفريق هتعمل إيه عشان تلم الدنيا؟ ده أنا أكلمك أنا أكلمك يعني ما بلفش أو هكلمك بالطبيعة الطبيعي لو واحد جاي مدرب جاي في نادي الزمالك في التوقيت ده اللي أنا دخل خطة جديدة وسط الموسم صعبة جدا أعتقد أنت اختلفت معي طبعا أنا من الناس اللي قلت كده بردو قلت أنت جاي الوضع صعب ما تقلفش قوي كل مصر قالت كده طبعا لكن هي بترجع برضو خلي بالك يعني الراجل ده أنا ما دخلت عملت سيرش عليه الناس بتصغرب في حاجة اللي ساعات مثلا بيلعب نضاي باكليفت هو كان بيعمل كده في المنتخبات اللي كان مثلا ممكن الفريق يلعب باكريت وعنده ما عندهش مشكلة في القصة دي لكن هو جازف أو راهن على حاجة ممكن الناس في الأول إلقت منها طبعا لكن أنا النهاردة بقى مدرب عندي قناعة بطريقة معينة وبشكل معين وبقى محضر اللي الفرقة دي هتمشي بالطريقة دي والمصابرة اللي هو فيها واستحمل ضغوطه ونقضه لا أنا شابه ليه بصراحة أنا لو جيت النهاردة زي عام 4-3-3-3-4-3 ولعب بتاع أنا أول أربع مطشاة لأسوري قلت 100% دا لو كم من الموسم كل الناس أليك كيرا بس هي بترجع كريم برضو المدير فني أما يبقى عنده قناعة بحاجة وواصف من نفسه وواصف من نفسه يعني أقول لك الحاجة مفيش مدرب جي لها فتح في نص الملعب مع احترامي يعني فتح بقله خمس سنين في الزمال وست سنين باكلفت أحيانا بلعب هاف هاف مثلا مع عبشافي كان بلعب بتزقه قدامه شوية صح لكن النهاردة ما تجيب العيب تحطه في نص الملعب يعني النهاردة ناس كلها بتتكلم عن فتح ليه؟ اللي الراجل حطه في مكان بينت إمكانات فتح أكتر يا راجل أنا ما فهمتش أصلا لما حطش كبالة تمانية تحطش كبالة تمانية تعيش شكبالة يدفع بالضبط بتحط زناني النهاردة وكاينه باكرايت يعني اللي هو كل حاجة أصلا يعني تحس إنه مستحيل دماغك تستوعبها بس في ميزة بقى أنا النهاردة لما لعيب النهاردة بحس للمدرب ده عنده فكرة وبيديني الثقة وبتنجح بتفرق مع اللعب انت شوف النهاردة زيزو مشوف شكبالة يعني شكبالة الناس كلها قول لك قصة شكبالة ربع ساعة شكبالة تلت ساعة النهاردة شكبالة بلعب متشط ساعة تسعين دقيقة صح انت فهموا قصدي صح ليه؟ خلاص أنا المدرب اداني ثقة ومدرب بيعتمد عليك بتفرق مع اللعيب يا كريم بص المدرب في إيده يخلي اللعيب ده في السماء صح يخلص عليه صح انت فهموا قصدي صح هو الحاجة التانية برضه انت رغم الغياب ده الراجل قلبه ميت ليه؟ انت في الظروف دي كلها بيزق ثلاثة أربعة لعبة من 2003 إلعب ودي تخلي اللعيبة تبقى مقتنعة بحاجة اللي ما فيش حد ضامن نفسه صح انت فهم قصدي لأ النهاردة بيلعب إيه شوه وعلي اللي هو الفرد 2003 بيلعب الناس السوء وحاتم سكر وحاتم سكر ورغم لغياباته محمد طريق وحسام عبد الميجي كل دول غيابات وراجل بيلعب عادي فدي زي ما بقولك بتخلي اللعيب لما تباين المدرب مجهز كنت بتكلم مع بعض الأصدقاء النهاردة وكنا من الكلمة إيه بها تشبه الكلام ما انت بتقول دوت ان الراجل ده جامد جدا انه مدرب فعلا ووضح انه كويس بس قلنا برضو وحنا عاديين الراجل ده محتاج عدد كبير من اللعيبة طبعا محتاج عدد كبير من التدائمات طبعا مش قليلة يعني طبعا زمانك محتاج تدائمات قدين أنا شايف من 5 ل 6 لعيبة خطوط بقى أو المراكز يعني أنا أنا لوقتي مثلا أول اتنين موجودين هيبقوا موجودين محمود علاء وأوباما يعتبروا تدائمات أنا شايف المحمود علاء بعد ما شفنا فترته في الاتحاد السكنداري وخبراته وشغال هيبقى كويس جدا هيبقى موجود هيبقى إضافة للإدفنسين للزمالك محتاج أوباما هيبقى برضو انت ما عندكش بتقبلك سنة تما أو سنة ما عندكش حتة عشرة في نادي الزمالك الاتنين دول هيبقى مكوة كويس انت محتاج بس انت شايف انه أوباما عارضه خلصت هل الزمالك يسوقوا بقى ويبدأ بيها ولا يسيبوا لا يسيبوا انت شايف انه مفيد قصة بصة كريم أنا النهاردة أوباما مش موجود طب أنا هل معايا إمكانات مادية أروح أجيب حد لا ما هو العيد بتاعي ولعب في الزمالك وأما يبقى في مستوى كويس موجود ليه أجيب النهاردة أخش في زي بقى اشتري حاجة مش عارف هتطلع حلوة اللي هو وحش انت فاهم قصدي فأنا شايف الاتنين دول وجده مهم جدا انت محتاج النهاردة لازم يبقى فيه بديل اللي فتوح يعني عبدالشافي برضو ممكن الفترة دي ما بيروحش التمرين وممكن خلاص ممكن يبقى واخد قرار مثلا ان هو هيبطل أو حاجة عبدالله جمعة برضو بعيد فأنت محتاج في الحتة دي محتاج برضو بكرايت محتاج مع محمود علاء سردباك طبعا الوينش برضو فترته هتطول شوية محتاج في نص الملعب ستة محتاج تمانية محتاج انا شايف الخط الوجوم برضو محتاج واحد مع سافة الجزيرة مع ناصر منسي خلي بالك كل ما يبقى عندك في الفرقة في الخطوط منافسة ودكة تقيلة كل ما مع الفرقة هيبقى مستوى كويس لكن اللي أنا بقوله طريقة الراجل دي مع العيبة مع خمس ستة لعيبة كواليتي الزمالك ممكن يبقى في حتة تانية